القرآن الكريم ونضرب بعض الأمثلة الدالة على قدرته وعلى معرفته بتفسير القرآن وإن كانت في الحقيقة قليلة ليست كثيرة وسأبين السر في ذلك إمامنا الإمام محمد بن سيرين حفظ القرآن الكريم وهو صغير وكان كثير الكراءة وله ورد يقرأه بالليل وبالنهار وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحث الناس على قراءة القرآن الكريم ويراغبهم في ذلك ويقول إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتخرب منه الشياطين ويقول ويتسع البيت الذي يقرأ فيه القرآن بأهله ويكسر خيره والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحضره الشياطين وتخرج منه الملائكة ويضيق بأهله ويقل خيره ووالله ثم والله أقسم بالله أن هذا الكلام صحيح مئة في المئة والله العظيم من خلال التجارب وأنا أقول هذا الكلام لأحبتي قلت من قبيل لمحبتي لكم جميعا ما تكون في مشكلة ما يعسل لك أمر ما يضيق عليك رزق ما يكاد لك وترتبط مع أفراد أسرتك بالقرآن الكريم إلا ويقضي الله تعالى حاجتك ويفرد الله تعالى كربك ويذهب همك القرآن الكريم رحمة وشفاء وفي القرآن الكريم دائما عند الحديث عن القرآن في القرآن يعني يأتي ذكر القرآن مشفوعا بالرحمة فتحل البركة في الأخلاق البركة في الأرزاق البركة في المعاملة البركة في المعاملة البركة في الولد البركة في العافية والعقل تحل البركة يتسع البيت بالقرآن يزيد الخير وإن كان قليلا لكن تحل فيه البركة كتاب أنزلناه إليك مبارك فتحل البركة بالقرآن الكريم وهذا كلام دقيق ورائع ويا حبزة لو أن أفراد الأسرة جعلوا لهم وردا من القرآن الكريم قرأوا هنا الله تعالى يذكرهم في الملاء الأعلى تحضر الملائكة لسماع القرآن الكريم تحضر الملائكة وتصطف الملائكة تتنزل الملائكة تغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم سكينة من الله تعالى ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده في بيت من بيوت الله في أي بيت من كل الأرض لله سنجعل بيوتنا قبله كل الأرض لله سبحانه وتعالى فتحل الأنفة والمودة والمحبة بين أفراد الأسرة البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين ويتسع بأهله ويكسر خيره والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تخرج منه الملائكة وتحضره الشياطين ويضيق بأهله ويقل خيره ولذلك كثير من مشاكلنا تحتاج إلى الاشتراك في الطاعة قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن أبت نضح أي مسح وجهه بالماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت أي مسحت وجهه بالماء فالاشتراك في الطاعة يعني يزود فرص المحبة والوئام والسلام إن شاء الله تعالى وينمي جانب المراقبة والاتصال بربي زل جلال سبحانه وتعالى